ننتقل إلى صحيفة العرب في أوكرانيا زيلينيسكي يأمل في إقرار صيغة السلام الأوكرانية خلال محادثات جدة تستمر مباحثات مستشاري الأمن القوم وكبار المسؤولين من 42 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين والهند لليوم الثاني على التوالي بمدينة جدة السعودية فيما تأمل كييف وحلفاؤها أن تؤدي إلى اتفاق على مبدأ أو مبادئ أساسية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا سلميا ويأتي الاجتماع الذي انطلق السبت في إطار ضغوط دبلوماسية من أوكرانيا لحشد دعم يتخطى نطاق الداعمين الغربيين الأساسيين من خلال التواصل مع دول جنوبي العالم التي لا تزال مترددة في توضيح موقفها حيال صراع أضر بالاقتصاد العالمي واختتم اليوم الأول للمباحثات بمشاركة أكثر من 40 دولة حيث قدمت خلاله أوكرانيا صيغة سلام من 10 نقاط لمناقشتها وشدد الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينسكي على أهمية إجراء محادثات ثنائية على هامش اجتماعي جدة ويتطلع الزيلينسكي للتوصل لاتفاق بخصوص مبادئ يسعى لإقرارها خلال قمة عالمية في فصل الخريف المقبل وتتمحور رؤية زيلينسكي للسلام حول مجموعة من النقاط أبرزها الاستعادة الكاملة لوحدة الأراضي الأوكرانية وانسحاب القوات الروسية بشكل تام وضمان أمن الغذاء والطاقة والسلامة النووية والإفراج عن جميع الأسرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر